شو لابس الروب؟ ما انتهي انتهي انتهيك هتفيت سموع نهيسا هنروح ما عود ماتك بعد نص ساعة برض ميه في مصار ترغيس شنواتنا؟ ترغيس بيك اوه ترغي ده ترغي ده ترغي ده ترغي ده ايبه هنده كتير اوف تسيق ترغي اوه 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 مساء الخير حباي شون صحتكم ان شاء الله تكونونو بخير البرحة حيدر ساوا بينا فيلم مطبيعي قاعدة حشية اما بالتليفون اوه ايبشان تشتغل بالحمام الصغير والأمور تمام ماشي كل شي ماكو ما اشوف اللي فد واحد خطاف طلع من الغرف تيركض ونزل الدرج فالنزلة ماتة كانت كلش قوية والنزلة احنا الدرج قدنا مثل المدور يعني القريب على المحجر تكون البايات كلش متقاربة واللي من جهة الشباك يعني المسافة مع للنزلة مفتوحة فهو الظاهر نازل من جهة متقاربة كلش فنزل قبل عطابق الأوئن وخطأ يقامي يبتي ويرجي فاني وقعد كلش ما بتهنا بس للصياح وصار وجهة أصفر بس الحمد لله ماكو دماية ولاشي بس خشمة وهرم كلشو هواية وصار بي اعتقد انحراف اعتقد لأنه من دباوء على الغضروف الفوق ما صار عادل صار بهشي انحراف فسويت لها موعد اليوم عن طبيب الاذن انفو حجرة راح 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 بعد نص ساعة نشوف شنو يقول الطبيب ياخذوله جوز أشياء أهل العظم او ماعرف شلون بس ما يحتاج لعملي واشي للموضوع مو كلش خطر لان بوقتها من صار الحادثوية من انكسر خشمي بوقتها صار عندي دم جو الجلد والخشم وورم وعيونهم فكان ذاكا كسر وشغلا بينه بس هو لا بس ورم وازرق صاير بس بهشي مثل انحراف اعتمال الطبيب يعني سوفت شي بايده شي راجعة في البوكس دوتس اه او لا هالي راسكي بخدآفي لا كي بلوك Lena تعال ندار علي شو ندار موت فلا لان انت غاسر حيدر دير بالك اطخ يلا امشي خلا البس جاء اما موت فلا من اخلات موته اشتركوا في القناة وقتا كله شونا شونا يطرع روك وشونا اما في القناة وشونا انت تبعيش شونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبهذا ترجمة نانسي قنقر أقل لهم بالحالة و أقول لهم على التحويل الدكتور و أرى ما يقولون ترجمة نانسي قنقر حيدر سأعطي نانسي قنقر ما تريد بعد؟ لا تعرف؟ دخل دعي لك الكارت لكي نفوت من يم ملش اسمه أين أدتها؟ حتى تبجى نتجمع ومن ينفوت من يم ملش اسمه لازم نفوت من يم ملش اسمه يلا دعينا نذهب للبيت لازم أرجع حسنا نصل على المستشفى وبعد نسوي لك موعد ها؟ اخذ الكارت يلا فوت جوه شد الحزام هاي مال للبارك شنو مش تشتري؟ مش تلي دونر ها شتري لك تريد؟ يلا راح اشتري لك السلفة ما شاور مالي انت باشر ستسوي عملية باشر؟ لا موسيقى 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 هسا يجا وقت الترتيب قدنا غراضة مكركبة هنا قدت قعد عرفت بهم فاصلت بس العناية والبشرة والابر والحقن والبوتوكس والفلق شاقوا ياكم لا تخترعون ماكوتشي كله هنه عندي هاي الخاصة بالشعر من واحد يسوي مثلا يخلي زيت بشعره او اذا تريدون استخدمها بالطبخ اكو ناس تشعرهم هاي وقع الهاوبة هاي انت بيها هم زيان سالمة تمام بكو عندي بعض شغلات هم صراحة صار لهم فترة انه هواية متركات بالكارتونة فقلت احسن شي ارتبهم واخصص لهم في المكان حتى المفروض انه عندي هنه غرفة زغيرة قلت اسويها للعناية للكوزماتيك اخلي بيها عندي هواية شغلات خاصة بالبشرة ومن ضمن هنهم عندي شهادات حابة ان اسوي غرفة كاملة بيها بس بما انه عندي هواية شغل غضافي فمعجلة هذا الموضوع الوقت راح اشوف لكم بعضين الغرفة شو راح اسويها تكون هالي الغرفة من الملابس بس هفيتش راح اسويها غرفة في كل جزائر يجب تكنمه فاسويها لهاي السوالف يعني من الواحد يريدي يسوي عناية وشغلات اكون مكان خاص بس هالماسكات اهنانة وهاي الابر شوفيني من هاي اكو عدي بعض لأموئن هنانة هذا الجهاز احشتهم بيها شاي هنما احطها شوفيني هنا بيراد لي شو اسمه هات الابرامان مشاركة ما عندية شققة الشقة الحمرة شكاء بتهربعة فات لا نعم أحسن ترجمة نانسي قنقر شيء ترجمة نانسي قنقر بالنسبة للبنات التي سألتني من أين تقدرون تحصلون إذا كنتوا بداخل أربا تقدرون تطلبوا عن طريق الأمازون أو الموجودين في فرنسا بالتحديد تقدرون تطلبوا عن طريق الأمازون لكن إذا كنتوا بالدول العربية للاسف لا يوجدون إرسال لا أعرف ما هو سبب أو احتمال تتواصلون إياهم عن طريق الإنستجرام الصفحة نفس هي يجاوبكم ويتزولكم الزيت ولكن هناك تكاليف شحن ستكون مضافة على سعر الزيت لأنه لا يوجد إرسال حاليا الدول العربية فبصراحة أنصح به لأنه ينطي نعومة ونفس الوقت الشعر الجاف يرتبه طبعا بعد ما سويت المقشر وغسلته استخدمت التونر على مدئذة أكو بقايا مقشر أو بقايا مكيوت كله ينزل فهذا مثل ما شفون صارت بشرتي كلش نظيفة راح نستخدم الدرما بن بسرعة السيروم راح أستخدم هذا السيروم إذا تشوفوه من دكتور شيلر طبعا هذا السيروم كلش جديد في الصدر أوه شيء متأكد مقصد يبدو يبدو تلدي مقصد تلدي أنقصد هل لا أعطي لكم وجهي حار وهي باردة طبعا كلش باردة كما ترون خلصنا جلسة من الدرما بين وخليت هذا الماسك تقريبا سترك ربع ساعة لأنه في السيروم وينضر وضبه كلش قوية للبشرة فبعد من عدها سأستخدم أي سيروم أو أي كريم أنتم حابين تستخدموا لطبيعة بشرتكم إذا كانت أحجار الكريمة أو إذا كانت أي رولة تستطيعون بها مساج عندما تحركون الدورة الدموية لبشرتكم فضروري هذا الشيء وتناوين مرتاحين من يتذكر هاين من اشتريناها إذا تتذكرون مثل ما ترون أكو بعد أكو بقايا السيروم والباكت بيهم سيروم هوات فعلى مد أخلي إذا غلغ لهواية للبشرة سنستخدم هذه الأحجار طبعا ما بالضرورة إلا تكون عندكم نفسها أكتو تجي منها بالأسواق مثل الرولة وأكو تجي من عدها مثل الزجاجية فهاية تسوم بها مثل المساج طبعا كل شيء مفيدة لأنه باردة وبشرتكم أصلا أنتو بعد الدرما بنصر حارة فهاية تبرد لكم البشرة وبنفس الوقت تحرك الدورة الدموية تنشطها بالبشرة طبعا هاي القطع موجود من عدها على شكل ألوان أكو من عدها هذه الأحجار أكو تجي على شكل الرولة وأكو تجي على هذا الشكل بس هاي عن ليش أحبها لأنه بها جزئين هذا جزء ممكن أن تسوم بها مساج ببساطة والجزء الثاني ممكن أنه بهذا الشكل السحب بصراحة أنا أحب هذا الجزء أكثر شيء لأنه أسحب دائما تحت العين هالشكل وصدقوني هذي مو الأشياء بلا فائدة أو خزع بلات إلها فائدة كلش مهم أنه الواحد يسوي مساج لأنه أكو تتكون عدتكم بمرور الوقت مثل الخطوط يصير كلش ناعمة ما تركزو لها بالبداية بس بعدين لا تبين من تبدي تتراكم فتحسون هنا أكو خطوط صار عكسية الواحد يعني ما يحس بها بالبداية وخصوصا كل ما يتقدم بالعمر على كل حال خلصنا وعزلنا وقبل ما ننهي الفلوغ اليوم حاب أشارك إياكم لقطات بسيطة لرجوع والدي للعراق اللي مثلما تعرفون قبل هذك الأسبوع شاركتوا إياكم شون صارت رحلتهم وراحوا فاليوم حاب أشارك إياكم بعض اللقطات الحلوة اللي تمنيتها بصراحة إلي وإلكم وإن شاء الله رب يرزق كل من يتمنى زيارة بيت الله الحرام فأقول له أنيالك وبالعافية عليك بابا وبالعافية على كل حجاجنا والحمد الله على سلامتكم بنهاية الفلوغ أقول لكم أحبكم وهو آني واستمتعوا بهذه اللقضات الحلوة مع السلام هذا مقابلنا الحرم يلا حجاجنا حجاجنا متوجهين إلى حرم الله لإعداء عمرة مفردة نيابية بعد ما أدينا العمرة المفردة أول ما وصلنا إلى مكة المكرمة وصلنا على ترخيص لدينا مجموعة أخرى تلتحق بينا من الجهة الثانية إن شاء الله إهنانا لأن الدخول إلى الحرم إلا بتصاريح اللهم حفيقا بكتابك حفيقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلواتك عليه وآله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا شريك له التقينا بحجاجنا اليوم وعبروا عن مشاعرهم الطيبة وفرحتهم بإكمالهم إلى أعمال العمرة المفردة نسأل الله أنهم يوصلون ساعدين غانين إلى أرض العراق ونسأل الله التوفيق للجميع صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم ربي اجعلها جمعك خير وبركة واجعلنا في عامك القادم من حجاج بيتك الحرام يا الله ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم تفضل أبو علي تفضل حبينا نجمع حجاجنا وإن شاء الله نعتبرها سلامة الوصول من الديار المقدسة إلى أرض العراق إن شاء الله سامين غانين ونسأل الله من الفضل أنه يحول عليكم للصحة والبركة لكم وعوائلكم بحق محمد وعلي محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ونحمد اللهم نشكر على سلامة حجاجنا ونسأل الله يرجعهم سالمين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين اربع عينة فالكالاب وحيا اتفضل بسم الله بسم الله ان شاء الله عمر الوافق جميع المدينة ومككة المكرمة المدينة ومككة المكرمة المدينة ومكة المكرمة المدينة ومكسر المدينة المشهد لا باشي بس يشوف الموزابي دكيجا اشتركوا في القناة